أهلا بكم إلى المساء من الرياض مجلس الأمن الدولي اجتمع إذن من جديد بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي منحها للأطراف اليمنية من أجل ترسيخ الشرعية والبدء بخطوات حوار وطني ينهي الأزمة ما المطلوب من قرارات جديدة من آليات تنفيذها لماذا تبدو ردود فعل المجلس متأخرة عن التطورات الميدانية المتسارعة وما سبل التفعيل السريع لمقرارات المجتمع الدولي والدور المطلوب من المبعوث الدولي الجديد إذن نرحب بضيفينا في المساء من الرياض عضو مجلس الشورى والباحث السياسي الدكتور زهير الحارتي وأرحب أيضا بضيفي من نيويورك الكاتب المتخصص في شؤون المنظمة الدولية والمتحدث السابق باسم الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام أما أنتم مشاهدين فيمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن نرحب بضيفي وأبدأ معك دكتور عبد الحميد بداية المساء الخير إذن يناقش مجلس الأمن اليوم التقريض الذي تقدم به بانكي مول ما المتوقع من هذه الجلسة فيما يتعلق بالشأن اليمني يعني لن يخرج عن هذه الجلسة أي شيء هو تقرير إعلامي أي كان مطلوبا من الأمين العام أن يقدم تقرير لمجلس الأمن عن مدى تنفيذ القرار 2216 فبدل أن يقدمه بنفسه طلب من جمال بن عمر تقديم تقرير شفوي عن مدى التزام الأطراف والذي حمل المسئولية للجميع وقال لم يلتزم بهذا القرار أي أحد والنقطة الأخرى التي موجودة على جدوى الأعمال للمجلس الآن هو تعيين جديد قدمه الأمين العام هو السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد الموريتاني المعروف بخبرته في المجال الإنساني وهذه هي الطريق التي سيتبعها الآن مجلس الأمن والمجتمع الدولي في التعاطي مع المسألة اليمنية الآن هناك أوضاع إنسانية متردية في اليمن اليمن على وشك الانهيار بتقريقة مفجعة إذا لم يتم إنقاذ ملايين اليمنيين المحاصرين والمشردين والذين تقطعت بهم السبب والآن هذه المأساة من جهة ومن جهة العودة إلى المفاوضات طيب أنتقل بنقطة مهمة إليك دكتور زهير مساء الخير يعني جمال بن عمر قبل قليل دكتور زهير حمل جميع الأطراف السياسية في اليمن مسؤولية الأزمة فيها في حين أن القرار كان يحمل الحوتيون أو الحوتيين وأيضا صالح المسؤولية عما يجري في اليمن كيف تفسر أن يحمل بن عمر المسؤولية لجميع الأطراف؟ الحقيقة هذا يؤثر الاستغراب وهناك قراءة تقول بأن جمال ساهم كثيرا في تعقيد الأزمة اليمنية وربما أنحازل بعض الأطراف لم يكن جادا بالصورة المطلوبة وكما تفضلت المقارنة مع البيانة الذي صدر عندما يخرج هذا المبعوث ويقول هذا الحديث يبدو أنه كان بعيدا عن المشهد الحقيقي وبالتالي أعتقد أن مصداقية جمال بن عمر أنتهت ونتمنى أن يكون المبعوث الجديد يحمل رؤية على الأقل حيادية تدعم الوضع في اليمن وتعيد الأمن والاستقرار وتدفع بالحل السياسي لأطراف دكتور عبد الحميد هذا التقريري لأي درجة يؤثر على شكل وطبيعة القرار أو آليات تنفيذ القرار 22-16 لمجلس الأمن الدولي هل يمكن أن يؤثر ما أشار إليه بن عمر في طبيعة هذا القرار؟ لا القرار اعتمد بأربعة عشر صوتا مقابل امتناع الاتحاد الروسي واعتمد تحت الفصل السابع وهو قرار ملزم شرعا وقانونا أي لا يجوز التعاطي مع هذا القرار وكأنه توصية هذا قرار ملزم تحت الفصل السابع ولا يجوز للأطراف أن تنتهك أي بند من بنوده الخمسة وعشرين إذن مسؤولية الأمين العام أن يعود بتقارير دورية إلى مجلس الأمن عن مدى تلفيذ هذا القرار ومدى التزام الأطراف به والقرار ينص رسميا على سحب الأسلحة ووقف العمليات المسلحة وإعادة الشرعية والاعتراب بالرئيس عبد رب منصور هادي وإعادة المؤسسات إلى الدولة والعودة إلى طاولة المفاوضات هذه نصوص مكتوبة نصا في القرار لا يجوز إعادة تفسيرها أبدا وبالتالي الآن هناك ممثل جديد والرتبة التي عين فيها السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد هي رتبة أعلى من رتبة جمال بن عمر جمال بن عمر كان يسمى مستشار أما هذا فهو مبعوث خاص وهي رتبة أعلى ومطلوب منه أن يتشاور مع جميع الأطراف ينص قرار تعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتعاون والتشاور مع جميع الأطراف بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والدول المعنية الأخرى وكافة أطياف المعادلة اليمنية هو لا يستثني أحدا أبدا ولكن المطلوب نقطتان أساسيتان العمل على حل الأزمة الإنسانية الطارئة من جهة ومن جهة ترتيب الأمور للعودة إلى طاولة المفاوضات بين جميع الأطياف اليمنية لإيجاد حل سياسي بناء على هذا القرار الذي اعتمد بشبه إجماع نعم سنتحدث بشكل مفصل عن طبيعة المهمة الجديدة للمبعوث الدولي لكن دكتور زهير قرار ملزم كما يشير الدكتور عبد الحميد قانونا أيضا ومدعوم من قبل دول عدة وبإجماع دولي ما إمكانية تطبيقه على أرض الواقع هذا السؤال الذي يطرحه الجميع نعلم بأن مجلس الأمن له دور في حماية الأمن والسلم الدوليين وهو مطالب من ضمن مسؤولياته الأساسية هل يستطيع أن يقوم بتنفيذ هذا القرار هناك حقيقة بعض الشكوك حول قدرة مجلس الأمن وهو موضوع يطول لأن الحديث حول مجلس الأمن وطريقة الهيكلة والفيتو إلى آخره لكن هذه المرة دول عدة 14 دولة وامتنعت روسيا تأييد دولي شامل لمثل هذا القرار هذا صحيح ولكن نحن نتحدث عن الفصل السابع عادة طبيعة مجلس الأمن عندما يتناول الفصل السابع يبدأ بطريقة تدرج في مسألة تطبيق القرار اليمن يبدو بوضعه الحالي تجاوز ذلك بكثير مسألة اتخاذ القرارات ادخال أسماء على العقوبات ووضعهم على اللاحة السوداء مثلا محاولة منعهم من السفر وإلى آخر ثم التفكير باستخدام القوة العسكرية دائما يضع مجلس الأمن قوة العسكرية في مرحلة أخيرة نعتقد الأمر المطروح الآن أن يكون هناك آلية للتنفيذ بطرح قرار يتعلق باستخدام القوة وحتى لو نتحدث هنا عن قوات حفظ السلام أن يتم إرسال بعض القوات حفظ السلام لعدن أو صنعاء لحفظ الأمن وبتالي تنطلق من هنا لتأمين هذه المدن وتبدأ حركة سياسية ربما في المستقبل دكتور عبد الحميد نقطة تدرج في القرارات وأيضا مسألة عدم الحسم من قبل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة يعني ألا يبدو أن هذا التدرج يعطي مساحة للحثين وأيضا حلفائهم من قبل قوات الصالح والقوات الموالية لصالح لتعقيد المشهد أكثر في اليمن هو التدرج حصل قبل هذا القرار هذا القرار كان كمة التدرج التدرج حصل في مجموعة قرارات سابقة له قرار مثلا 2201 والقرار 2140 الذي أيضا وضع بعض الأسماء وخاصة عبد المالك الحوثي والحاكم ونجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح وضعهم على قائمة العقوبات إذن كان هناك مجموعة قرارات وكل القرارات السابقة تقريبا كانت خطوات متدرجة نحو الوصول إلى القرار 2216 الذي اعتمد تحت الفصل السابع ويحتوي على مجموعة عقوبات أيضا إذن وصلت الأزمة اليمنية إلى مجلس الأمن في هذه اللحظة إلى عدم التراخي في الموضوع يعني الأزمة الآن تفرض نفسها بطريقة حتى أخلاقية وطريقة إنسانية وهناك انهيار لليمن هناك 68% من الشعب اليمني الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية هناك حوالي عبد الحميد يعني هل نحن أمام يعني تغير نوعي وليس تدرج حتى في تنفيذ هذا القرار هذا ما أعتقده لأنه كان أخذ هذا القرار وعملية عاصفة الحزم مستمرة وهو تقريبا تبناها أو سكت عنها أو قبلها أو اعتبرها غير مخالفة للشرعية الدولية إذن مجلس الأمن بهذا التصويت من جهة اعتبر أن ما يقوم به التحالف مقبولاً ومن جهة أخرى وضع عقوبات ووضع خارطة طريق للمبعوث الخاص الجديد وهو العودة إلى طاولة المفاضات ومراقبة الوضع وكلف فريق الفريق المتخصص بمراقبة الوضع في اليمن بالنظر إلى كافة منتهكي السلام في اليمن واستقرار اليمن من أجل وضعهم على العقوبات وتوسيع دائرة العقوبات أعتقد هذا القرار هو فتح لمرحلة جديدة في اليمن ومجلس الأمن يفقد مصداقيته إذا لم يتابع تنفيذ هذا القرار بشكل دقيق وبشكل يومي هذا هو المطلوب الآن مجلس الأمن هو أمام استحقاقات تاريخية الآن طيب يعني القرار معني الآن دكتور زهير بانسحاب فوري لقوات صالح والحوثيين تسليم السلاح إعادة المؤسسات وسلطة الدولة وأخيرا الدخول في المفاوضات وهي المرحلة الأخيرة كيف يمكن الوصول إلى المفاوضات مع طرف الآن يعني يستهدف حتى المدنيين ولم يلتزم بالنقاط الثلاث الأولى هذا صحيح يعني هناك مؤشرات تقول بأن الحوثي فعلا لا يرغى في الحوار ويحاول يعني بعثرة الأوراق من جديد يبدو أن هناك يعني تأثيرات خارجية ومن قوة إقليمية للطلب الحوثي بأن يستمر على هذا المنوال وعلى هذا الأسلوب من أجل إحراج دول قوات التحالف من جهة ومن جهة أخرى تعقيد الأزمة بشكل يؤدي إلى مرحلة استنزاف لقوات التحالف ونعتقد أن قوات التحالف اتخذت قرار أنه لا يمكن ترك اليمن بوضعه الحالي نعم تعطي فترة للحال السياسي سوف تدفع الجهات كلها للحال السياسي ولكن في نهاية المطاف لن تتنازل حتى تتحقق على أهداف الاستراتيجية ونقصد بهذا إعادة الشرعية لليمن وتحقيق طموحات الشعب هذا بالنسبة للتحالف العربي لكن هل توافق الدكتور عبد الحميد على أن مجلس الأمن سيكون صارما فيما يتعلق باستقرار وتنفيذ هذا القرار هذه المرة ولن يراهن على مستاقيته طبعا هذا يعود إلى الموقف الروسي في نهاية المطاف يعني روسيا يبدو أن هناك يعني تغير في الموقف الروسي لكن لا نستطيع أن نجزم الآن ما هو يعني توجهات موسكو في القادم من الأيام لا سيما إذا كان الحديث حول تدخل عسكري أو استخدام قوات الأمم المتحدة ربما نشهد فيتو روسي قاد نعم وبالتالي أنا في تقديري أن قوات التحالف سوف تذهب في الاتجاه الذي قررتهم منذ فترة نعم أعطت فترة للحال السياسي أهتمت بما يتعلق بالأعمال الإنسانية ولكن يبقى في نهاية المطاف اتخاذ القرار النهاي بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه العاصفة طيب دكتور عبد الحميد يعني هل للفيتو الروسي أو الموقف الروسي أي تأثير الآن وكيف يمكن أن يؤثر على أي قرار قد يصدر من مجلس الأمن يعني روسيا لم تستخدم الفيتو في كافة القرارات المتعلقة باليمن لماذا تستخدمه الآن هذا القرار الأخير الذي اعتمد تحت الفصل السابق اختارت روسيا أن تمتنع عن التصويت لتسمح لهذا القرار أن يمر لكنها صوتت في السابق على كافة القرارات المتعلقة باليمن لكن صحيح هناك تطورات ميدانية مهمة وهناك تطورات سياسية على مستوى الإقليم يعني الاتفاقية بين مجموعة الدول الخمسة زائد واحد مع إيران ستترك ظلالها على المنطقة إيران تريد أن يعاد تأهيلها إلى المجتمع الدولي تريد أن تتعافى اقتصادية تريد أن تعيد القوى للريال الإيراني لماذا تغامر بكل هذه الامتيازات التي تمنحها الدول الغربية لإيران مقابل التوقيع الاتفاقية كذلك هناك أوضاع مستجدة أيضا هناك كمة ستعقد بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع دول مجلس التعاون يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر مايو القادم في كام ديفيد أي أن هناك أوضاع مستجدة هناك قد يكون انفراج سياسي إيران تريد أن يعاد تأهيلها دول مجلس التعاون أيضا موقفها تقريبا موحد وستأخذ دعما من الولايات المتحدة كل هذه قد تشير إلى أن إمكانية الانفراج السياسي قد تكون واردة طيب دكتور زهير يعني الآن في ظل حديث عن هذا القرار وأيضا آليات تفعيله ما سبل تفعيل وتسريع تنفيذ مقرارات مجلس الأمن على المشهد اليمني أنا أعتقد أنه إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأعضاء في مسألة تطبيق هذا القرار أنا أعتقد سوف نكون باتجاه حل سياسي حقيقي لكن الإشكالية حتى نكون واقعيين لأن زميل يعني متفائل بعض الشيء من زميلنا في نيويورك أنا أعتقد أن المشهد معقد جدا لأن هناك تدخلات تعقد حتى مسألة الحل السياسي هناك حديث سياسية الآن تجرى هنا في الرياض في مواقع أخرى في مناطق أخرى في دول الخليج حول الأزمة اليمنية وجود مسؤولين كبار في هذه المنطقة أو تلك حول حلحلة الملف اليمني لكن الإشكالية هي قضية تدخل من بعض الأطراف في تعقيد الملف وإصرار قوات التحالف من الجهة الأخرى في تنفيذ القرارات دكتور عبد الحميد يعني الخلفية المرتبطة بالتنمية وأيضا الجانب الإنساني للمبعوث الجديد ألا يخشى أن تؤثر على أهمية أن يكون هذا الشخص لديه دبلوماسية وأيضا مهارة في التعامل مع المشهد المعقد أيضا من الجانب الدبلوماسي يعني رسالة الأمين العام بتعيين السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد كانت تركز على النقطتين أولا على القضية الإنسانية وخلفيته في هذا المجال كبير وواسع وكان أيضا في اليمن ويعرف اليمن جيدا كما كان عمل في سوريا وفي ليبيا وفي نيروبي وفي أكثر من مكان إذن اختياره مهم جدا لهذه الخلفية النقطة الثانية أنه في التعيين أيضا أشار إلى الوضع السياسي وأشار إلى موضوع التشاور مع كافة القوى الإقليمية وأشار أيضا إلى أن الهدف الأسمى هو إعادة المفاوضات إلى مصارها الصحيح وإيجاد حل سياسي الأمين العام منذ البداية كان مقتنعا أن الحل السياسي لا بديل عنه في الأزمة اليمنية أنا أوافق أيضا زميلي في الرياض بأن وحدة مجلس الأمن مهمة جدا وتوفر إرادة الأطراف المعنية في الصراع أيضا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ومهما يكون المبعوث الخاص للأمين العام من مهارة ومن معرفة وخبرة إذا لم يتهفر الشرطان الأولان وهو وحدة مجلس الأمن طيب دكتور عبد الحميد نعم وضحت الصورة يعني السؤال الأخير إليك دكتور زهير هنا في الستوديو لو كان القرار غير فعال ما هي الخيارات المطروحة للحل خاصة من دول التحالف وباختصار إذا سمحت أنا أعتقد أن قوات التحالف قد اتخذت قرار نهائي في تقديري هكذا أقرأ بأنها سوف تستمر في تحقيق أهداف الاستراتيجية مهما كان القرار القادم من نيويورك فهذا قرار استراتيجي يتعلق بوضع المنطقة وباستقرار هذه الدول ولا يمكن هناك خط رجعة حوله الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى والباحث السياسي شكرا جزيلا لك وكل شكر أيضا لضيفي من نيويورك الكاتب المتخصص في شؤون المنظمة الدولية والمتحدث السابق باسم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام شكرا جزيلا لكم مشاركتنا هذا الحوار أهلا بكم مجددا نأخذ الآن بعض المشاركات التي وصلتنا من المشاهدين بشأن موقف مجلس الأمن من الأزمة في اليمن عادل الكيلاني على فيسبوك يقول قرارات مجلس الأمن لن تقدم ولا تؤخر والفيصل في المعارك الدائرة على الأرض منصور البدري من جهاته يرى أن مجلس الأمن لا يخضع إلا للأقوى وتوقع يكون هناك حل للأزمة اليمنية في المرحلة المقبلة أما هاني العسكري فيعتقد أن المبعوثين الدوليين لا يحلون الأزمات لكنهم يعقدونها بسبب انحيازاتهم وأجنداتهم السياسية محسن الباهلي على تويتر يقول المجتمع الدولي في واد والأوضاع الميدانية على الأرض في واد آخر وعاصفة الحزم لم تنتهي فعليا عبدالله الشرعبي من جهته يرى أن قرارات مجلس الأمن غير ملزمة للحوثيين فهم لا يأتمرون إلا بأوامر إيران أخيرا بدر الدليمي يقول على المبعوث الدولي الجديد عدم الاعتماد على تقارير بن عمر لأنها هي السبب فيما وصل إليه اليمن الآن